السلام عليكم ازايكم عمين ايه يا رب تكونوا كايسين وخيرا انا النهاردة عايز اقول لكم رمضان مبارك عليكم تاني وعايز اتكلم معاكم في موضوع طبعا هو بالنسبة لبنات كتير يبقى فيه حساسية يعني تقيل على قلبهم يعني لانه معظمنا انا يعني ايه ما بقدرش اختيار موضوع وحبا هو ممتشر ما بيننا كتير جدا كبنات انا كنت بعمله ولكن لما عرفت اضراره ونتائجه وكذا فبطلت عمله هذا كلام كانت بسهة متى تربع فيه فانا احبت اطلع لكم اقتنعتم كان بها حق كايسة ولو ما اقتنعتم فانت احرار فانت احرار لكن يريد تعامله على انكم تقتنع اللي انا نتكلم او اللي انا عايز اتكلم الموضوع به عشان ما نبغيش كثير الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه النهاردة هو موضوع صورنا او صور البنات المجمع العام على السوشيال ميديا انتو دلوقتي هتقولوا عادي انا دلوقتي بنزل صورتي وعلى بروفيلي وانا كده كده بروفيلي خاص برايفت سواء على الانستجرام ولو نزل صورة على الفيسبوك بخليها بس للأصدقاء بتوعي وعادي وما فيش اي مشكلة اولا انا هرد على جزئية للأصدقاء حتى لو كل اصدقاء البنات انت مش ضمن كل البنات انت مش ضمن كل البنات انت مش ضمن كل البنات انه مفيش واحدة هتاخد الصورة وهتعمل واساوي الكلام ده كله فاضي الكلام ده كله فيك الكلام ده كان زمان وليس دلوقتي عالم هو كان زمان وليس موجود ولكن خدي دي ست نقطة في بحر اللي انا لسه اقوالك بالنسبة برضو الانستجرام والحساب بتاعي برايفت وكده انت بتقولي ان المحد الشي يقدر يشوف اين اللي عندي بردو انت مش ضمن كل اللي عندي والمشكلة ايه؟ انها تقولي ان تكون حطة على الملف الشخصي الصورة اللي بشعرها مثلا هو المفروض مش انت حجابك منبكتك في اي مكان سواء في صورة او في غر صورة انا افترض ان في واحدة بتقول انا بتصور بحكابي بتصور بوضع كويس لا بعمل بوز بطة ولا بوز بزة لما احنا نحن 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 على الايام بتصور حلو ووضعية كويسة تمام طيب بصي افترض انك خارجة من بيتك انت كحياء وكبن لا تقبلي ان في حاج عينه تدنها بحلاقة فيك وانت ماشي بيدي انت مش تبقى ماشية كده وشايف حد بيبصلك مثلا عينه كده مركزة وانت مش تبقى اي اي اولا انت هتقلق اي مش مستريحة ارقانة زي انا شوشوه هتجيب سكين وتقتلي هذا الشخص طبعا بي عصابي المزاح المهم انك متضايق عايزة يعني فهمك انك تبقى ضرورة غضبك الى اعليها انك تبقى انك تبقى ضايقة من العمال يغصي طيب انت لما تخلي صورتك على الفيسبوك او انستجرام انت كده بتسمحي لشخص انه يعد يتأمل في ملامحي هتقولي ثانيا انتي وانتي ماشية في الشارع وتبقى ماشية وضع بسكون ووضع الطبيعي اما الصور تبقى ماشي بالوضع الطبيعي اكيد انتي تصورش كده ده اكيد انتي تبقى مصورة مثلا تتحكي ووضعية معينة بالكلام ده كله بالاضافة يا سلام لو الكاميرا كمان بروفيشنا يعني لو الكاميرا كمان دودتها عالية فانتي بتكوني مش على طبيعتك انتي بتبقى جميلة انتي كده كده جميلة بس تبقى اكتر من لازم حبيتين وفي مبلغة نوعا منها طبعا في فوتوشوب او الحاجات اللي هي الكماليات اللي هو هنحمر هنخضر الحاجات اللي هي بتاعت اللي سناب والحاجات اللي هو من الدول فالمهم ده اللي انا عرفية انت تفهمي انه هو اولا انتي واكنش على طبعا طب ايه المشكلة تبقى انت بتسمحي لحد انه ينتهي بخصصيتك انه هو انتي انتي تقولي انا مقبلش لحد يقعدي برقا انا مقبلش من حاجات يدقق النظر فيها فيما انتي رما بتنزلي صورك انتي تسمحي لحد ممكن يعد يدقق النظر فيك خلاص بالنسبة فبالتالي انت بتبقى فهمة انه تطلب وضع طبعا سواء انتي اا يعني تقودت الكاميرا بتعتك عالية او استخدامت اي برنامج تانى فانت بتسبب فتنة هتقولي اا انا ما بقولش حاجات يدخل يشوف صورك لا انت تتكلمي بعقل شوية تكوني حتى لو ايميل خاص تكوني حطة صورة الملف الشخصي هي صورتك او صورتك بشعرك اولا تكوني فاهمة ان حكابك مملكتك في اي مكان ولازم تكوني فاهمة اني الصور مش هراقمتي لو عايز صوري نفسي انا مش هنتهي خصوصيتي وحط صورتي على اي وسيلة من السوشال ميديا مجرد ان انا اسمع مع قلبي صورة اللي هو يعني تعليقات البنادي انت جميلة انتش عرف ايه المهم ان تعليقات الباك لا انت مفروض انك ما تسمحيش ان خصوصيتك تنتهك لمجرد كلمتين من فماكتك الصور ممكن تخليها ليك وللاشخاص اللي بس اللي بتقصدق فيهم لكن مش اي حد يقدر يشير صورة خلاص كده الموضوع بالضبط عامل كقول اللي سبحانه وتعالى اللي ورث في القرآن الكريم ولا تخضعنا بالقول فأطمع اللي فيه قلبي يعني انت لما تتكلمي بحينية شوية تتكلمي مثلا برقة البنايات نحن نقول فده ممكن يعني يفتن غيري يفتن الشخص فانت كمان تتكلمي بمعلكي فطبعا موضوع صور هو هو لكي لا تسبب بك وكما من الأول للأخر فايدة لك أنت وحفظ لك أنت وصوم لك أنت وليس من حق أي شخص يشوف صوري أو يشوف ملاحي أو أنه من حياتي لا أسمع هذا من برق فيه كثيرا وكذلك أنت عائفة ولكن لما فهمته من الموضوع وحبيته أقول لكم بحيث أنه خلاص أنا فهمت الأضرار والحمد الله لا أريد أن أقوم بعملتها فرض ميز أنه كنت معا مجد وخلاص عرفت المغلط وخلاص هبط عفو الله عما سلف ومقدرتي تمسحي أي حاجة تمسحيها وتبتدي بقى بداية ما اقتنعتي حاولت اقتنعي ثلاثة ورابعة وخامس ومصبحت جدين في الأول وفي الأخ بس جد والسلام عليكم شكرا شكرا